ما هو العند وعدم التقدير يحبل اكتر من كده ولازم جمهور النادي الاهلي يتحد ورا ادارة النادي الاهلي في القرار اللي اخذته ده ضد انتحاد الكورة وضد الظلم وضد يعني التعدي على كل حاجة كل حاجة القوانين واللوايح وكل حاجة لكن النادي الاهلي المفروض ما يتكوتش يعني الواحد لازم يشجع في المواقف اللي زي دي يشجع الادارة لان انت في الاخر انا ماشي عدل وبعمل علي وملتزم وميت فول 14 وفي الاخر بتيجي علي انا وفي الاخر بتجميل ناس تانية وتطلع تقول علي انا النوس و انا نادي الدولة طب بقى مرت ايه؟ النهاردة النادي الاهلي بيعني بعد ما قال الاتحاد الكورة يا اتحاد الكورة قل لنظامي البطولة ايه؟ بطولة السوبر المصري هل هتتلاقي بطولة جديدة من 4 فرق ولا دي امتداد للبطولة القديمة بس الاسم هيتغير او النظام هيتغير ولا دي بطولة مستحدثة وفي بطولة تانية هي السوبر ولا ايه بالزبط اتحاد الكورة عمل وضني من طيل وضني من عجيل ولا سمعوا اي حد وندور عليهم مش لقينهم ملهمش وجود خاضر تماما فين الكابتن حاسي امام؟ فين الكابتن براكات؟ فين اي حد يا جدعان؟ اطلعوا ردوا علينا اقول لنا اي حاجة فيش اي كلام فالنادي الاهلي هنداخل بقى ايه؟ طيب ينفع ما نبعدش اللعبة الدولية منهم وماتشينهم مش مهمين ماتش اثيوبيا خلاص تحصير حاصر والماتش التاني هو ماتش ودي فسيب لي اللعبة الدولية وانا اعمل معسكر ومش عارف ايه؟ وهلعب كالسوبر افريكي والكلام ده كله ايضا اتحاد الكورة مرضيش وتلقى المدرب اعلن اربعة من النادي الاهلي طبعا يا عم تلقى تلقى اثيوبيا قالك ليه انا محتاجهم بقى فيه تعنط واضح وصريح مع ان هو نفس الاتحاد ونفس الناس المسؤولة عنه ونفس المدرب قبل كده سابوا للزمالك لعيبة عشان ماتش في دورة 16 من دورة افريكا مع فرقة يعني اضعف اما يكون وايضا سابوا لعيبة في ماتش ودي للزمالك وهو سوبر كاس لوسيل فكليله طبعا ايضا سابوا لعيبة طب انت جاي دلوقتي بتسيب لعيبة للزمالك فمتوشة اصلا هي ضعيفة وانما يحصل العكس سيكون انت عندك موتوشة ضعيفة او تحصيل حاصل وموتوشة ودية وانا عندي بطولة رسمية ماتش من بطولة واحدة مترضاش النادي الاهلي النهاردة بقى ام ولع الدنيا وقال لك بس تعال يا عم الحلو تعال يا عم الكتكوت قل لي بقى كاس السوبر دي اللي انت هتعملها مالها انظامها ايه قوانينها هل هنمشي بنفس قوانين السوبر اللي فات وهو امتداد ليه ولا هنلعب السوبر التقليدي بتاعنا اللي هو من المباراة واحدة ولا ايه بالظبط لان بصريح العبارة انت بتعمل تمويل وعايز ايه تدخل نادي الزمالك في الجيم وتدخله في البطولة بحجة ايه امعلم بحجة ان دي بطولة جديدة الناس الاهلي امرد عليهم قالوا لو انت هتلعب البطولة اللي هي من اربع فرق بنفس النظام وبنفس لوايح البطولة القديمة وهي امتداد للبطولة القديمة اللي هي السوبر العادي بس هتطورها شوية تمام وميت فلو 14 انا معاك لو هتلعب بطولة جديدة مستحدثة بجانب البطولة اللي هي بين البطل الدوري وبين البطل الكاس خلاص يا معلم انا مش هلعب البطولة دي لان ما عنديش وقت قبل ما تحطيها قوانين قبل ما تطلع تفردها علي وفي الاخر تحطي لي عقوبات في حالة الانسحاب او عدم الكبول يعني لا يا معلم انا اطلع اقول لك من دلوقتي قبل ما تعمل اي حاجة انا مش معاك في البطولة الجديدة لو هتعمل بطولة جديدة وعاوس تدخل زمانك فيها اما لو هتعمل بطولة او هتحدث البطولة القديمة اللي هي السوبر العادي بنفس قوانين وبنفس لوايح تمام ميت فلو 14 انا موجود معاك وبالتالي لو انت مشيت كده هتطر ان انت تطبق القانون بنسحاب نادي الزمالك في البطولة اللي فاتت وانك انت متلعبوش البطولة دي هتقول لي يا عام بلالما وكده كده طلع الثالث في الدورة انا مش عادي في الرابع يعني كده كده مش مستهل يعني مش هيلعب اقول لك لا لان النظام الجديد اللي هم حطينه بطل الدوري مع بطل الكاس مع بطل كأس الرابع ادي ثلاثة وفي واحد تاني هيكون من اختيار اللاجمة المنظمة عشان يكمل الاربع فرق طب الاختيار ده هيقع على مين؟ اكيد طبعا على نادي الزمالك يعني مش محتاجه ايه كلام يعني فهنا النادي الاهلي قفلها بالضبة والمفتاح وقفلها تقفيل الدولة زي ما بيقولوا انت يا معلم هتعمل بطولة جديدة مستحدثة؟ انا ما عنديش وقت حدد بقى الوقت بتاع البطولة اللي هي بين بطل الدوري والكاس وخلاص على كده لكن لو هتلعب السوبر زي هو هو بنفس قوانين ونفس لوائحه اللي مش هشارك فيها الزمالك انا معاك و هلعب معاك وده بصراحة النادي الاهلي لازم نقول للإدارة شابوه لان في الحالات دي انت بتجيب حق النادي انت مش تفضل كده منتظم ومحترم وماشي بما يرضي الله وماشي ضغري وماشي صح وبتعمل اللي عليك وزيادة ويجي في الاخر يعني لما هتتخذ على افاكة لا ده مش كده لان بصراحة مينفعش حد يكون بي سي وحد يكون بي ال وحد يكون عنده فشل رهيب وترجع في الاخر انت توقف جنبه وترجع على الاخر ان انت توقف على رجل وفي الاخر يقوله عن نادي اهلي لازم الدولة بقامرت ايه؟ بقامرت عزيزي المشجع الجميل لما يطلع المسؤول عن النادي الزمالي في الوقت الحالي يقولك ان الزمالك كان عليه مليار ومئتين مليون جنيه للضرايب وتم تخفضهم لربعمائة مليون انت متخيل الرقم حوالي تمنمائة مليون تم تخفضهم بقامرت ايه؟ بقامرت ايه؟ وفي الاخر يطلع يقولك اصني نادي الدولة لما يطلع كمان عايز يستحدث لك بطولة وعايز يغير النظام عشان خاطر يشارك الزمالي بقامرت ايه بقامرت ايه نادي الدولة؟ بقامرت ايه الاهلي نادي الدولة؟ اهو كلها مجملات واضحة وصريحة وقبل كده وزير الشباب مرد يقولك احنا سندنا الزمالك بمئة مليون عشان خاطر نفوقهم الكابوة دي ونعديه من المحنة اللي هو فيها دي ادي هي مساعدات صريحة ومباشرة من الدولة وفي الاخر يطلع يقولك النادي الاهلي نادي الدولة طبعا مش ينفع نقولي النادي الاهلي ما تدفعشه ما تتزمش بالذرائب والكلام ده كله ولكن ده ما ينفعش وده مش عدل وده مش قانون لان بصراحة لما يكون عندك نادي ملتزم وماشي بدغري وماشي طوالي وماشي بالقانون وبالورا والقلم وكل انت عايزه بيعمله وتكون في الاخر ده جزاته انت عايز تنجح نادي تاني عليه على حسابه بقى مرة ايه فماش عايزين بقى حد يطلع يقولك اصلي ده نادي الدولة والاهلي النانوس والاهلي المدلة والكلام الفارغ ده اللي ملوش اي لازمة ولا ليه اي صلة من الواقع تماما تماما في نهاية الفيديو ما تنساش تقولي رأيك في التعليقات في قرار النادي الاهلي اللي اتخذ وده الاتحاد الكورة وانت مأيد ولا اتمنى كل الناس تكون مأيدة القرار كل الناس تكون بتدعم ادارة النادي الاهلي في المواقف اللي زي دي النادي الاهلي مينفعش يقف كده متكتف ويعني عمل فيها طيب وكيود وفي ايه في الاخر يخسر بطولات او فريق تاني الجامل بسبب ان هو يعيني ملتزم ومحترم وماشي بالقانون في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير لو مشتابعنا رأيك تابعنا هدومتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته